أسوأ مدمر للقلب هو الغضب لماذا؟ ما الذي يحدث في جسمك أيها الإنسان عندما تغضب؟ أول شيء يرتفع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم يعني أن الأوعية تضيق ترتفع نسبة السكر في الدم أيضا ويزداد عدد دقات القلب تزداد وهناك هرمونات تفرز أيضا هذه بشكل طبيعي لأن الجسم أثناء الغضب يعد نفسه لمعركة أو يعد نفسه للدفاع عن نفسي وبالتالي هذه المظاهر إذا تكررت كثيرا سوف تنهك القلب وهناك بحث يؤكد أن معظم حالات تصلب الشرايين والنوبات القلبية تسبقها نوبات غضب قبل نصف ساعة إلى ساعتين تقريرا تصور يعني هناك علاقة أثبتت علميا بين الغضب وبين النوبات القلبية المفاجئة وبالتالي نحن في الإسلام عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني يا رسول الله أراد النبي أن يوصيه وصية عظيمة جدا بكلمة واحدة فقط قال لا تغضب